نزي كحام الإدعاء الأولى في تونس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم عملت ندوة صحفية وقدمت الممارسات الجيدة لنشر التقارير الرقابية هكذا عنوان الندوة هذه اللي شاركوا فيها عديد من المختصين والقضاءات غيرهم واللي عندهم علاقة بالتقارير الرقابية والهيئة هذه الرقابية العمومية السؤالي لول هو ما هي دور الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية؟ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية هي هيكل تم أحداثه سنة 1993 لاستكمال منظومة الرقابة العمومية لأنه اليوم ببكروا بصيفة موجزة للمستمعين نقول أن منظومة الرقابة والتفقد على مستوى القطاع العمومي تتركب من عديد المتدخلي فما عن التفاقديات الوزرية على مستوى الوزارات عن هيكل تدقيق داخلي في المؤسسات ومنشآت العمومية عن هيئة رقابية متخصصة في خصوص الهيئة الرقابية المتخصة كما مثلا هيئة العامة لمراقبة المصاريفة العمومية التي تختص في مراقبة شرعية النفقات العمومية عندنا هيئة مراقبية الدولة الموجودة على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية عندنا أيضا الهيئة العليا للطلب العمومي المختصة في مجال السفقات العمومية وعندنا ثلاثة هيئة رقابة عامة التي عندها اختصاصات أفقية تمتد إلى مراقبة جميع هيكل الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية وهي هي هيئة الرقابة العامة لمصالح العمومية التي تابع رئيس الحكومة هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة وشؤون العقارية نزيد عليهم المحكمة نزيد عليهم المحكمة في هيئات الرقابة نزيد عليهم المحكمة محكمة المحاسبات هذه هيئات الرقابة تقوم بمهمات رقابية في المؤسسات ومنشآت العمومية في هيئة الدولة ولكن بعد وقت اللي ما توصلش هي متابعة تنفيذ التوصيات المضامنة بالتقارير الرقابية الدور هذا قاعدة تقوم بها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بعدها تستغل وتدرس التقارير الرقابية اللي جيها ثم تتولى متابعة تنفيذ الإصلاحات على مستوى هياك للدور هل كل التقارير متاع الهيئات الرقابية هذه جيكم؟ أي هيئات الرقابة العامة بتبعها وتفاقدية الوزارية ولكن نبالك الفرق محكمة المحاسبات هي جزء ليتجازة من السلطة القضائية هي إذن محكمة بأتمعنى الكلمة وهي أعلى جهاز في مراقبة التصرف العمومي ولكن خارج على السلطة التنفيذية هي جزء من السلطة القضائية دونك هي رقابة خارجية سيلودي تاكستيرن دوليتا بار كونتر الهيئة للرقابة اللي كنت تتحدث عليها هي سيلودي تانتيرن هو التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية صلب السلطة التنفيذية فما مشكل في تنفيذ أنا نشر ساعة نشر التقارير وعنا مشكل في التنفيذ والمتابعة أنا أعتقد ونسكلت تقول الكلام هذا أنه التقارير الرقابية تلقى هكذا أنا عملنا تقارير رقابي ومن بعد ما تسيرش المتابعة حتى التقارير متاع محكمة المحاسبات كيف كانت دايت المحاسبات كيف كيف لا تتم الأصلاح انتلاقا من ملاحظاتها ومن تدقيقاتها صحيح هذا مشكل كبير يسر نعاني منه في تونس هو مسألة متابعة تنفيذ التوصيات الهيئة للرقابية كلها قاعدة تقوم بعمل كبير وجبار ولكنه للأسف ما هو جظاهر للعموم بخلاف محكمة المحاسبات اللي قاعدة تنشر في التقارير متاحا وقال الهيئة العليا أيضا للرقابة الإدارية ومليئة اللي قاعدة من سنة 2013 تنشر في تقاريرها السنوي فنبقية الهيئة الرقابية كل ما تنشرش في تقاريرها وهذاك عليش احنا البارح اخترنا موضوع الندوة السنوية للهيئة العليا مسألة نشر التقارير لإيماننا أن مسألة النشر هي مسألة ضرورية ليس فقط لتكريس الشفافية والمسائلة وإنما أيضا لتثمين العمل المتاع الهيئة الرقابية هذه ولتمكين العموم والإعلام ومنظمات المجتمع المدني مش تطلع على الإخلالات الموجودة على مستوى طرق وأساليب التصرف في الدولة وعلى مواطن الخلال فيها وفي نفس الوقت تعطيها الفرصة لتقديم اقتراحات ومبادرات من أجل تطوير الطرق هذه اليوم احنا عنا مشكلة كبيرة سيفري في متابعة تنفيذ التوصيات لأنك تشوف اليوم التقارير الرقابية والإخلالات اللي اللحظوها على مستوى التصرف سواء على مستوى التصرف في المورد البشرية سواء على مستوى الصفقات العمومية سواء على مستوى نظم المعلومات سواء على مستوى التصرف في ممتلكات الدولة هذه تشوف الإخلالات بريسك تتعاود رأي بريسك تتعاود عني من تقرير التقرير هي بيت من تقرير بريسك تتلقى في نفس الأشياء في مهيكل متعدة ومتنوع وهذا يعني التوصيات واضحة أحنا على مستوى الهيئة العليا قاعدين نتبعوا وفمّا إصلاحاتها وما قلوش ما فمّاش إصلاحات ولكن النسبة متى الإصلاحات 50% ولا 60% ما ترتقيش إلى النسبة اللي معتنا أملوها الكل وزد على ذلك والأهم هنا لكونه ما هوش دور هيئة الرقابرة هي اللي بيش تحقق الإصلاحات لأنه صلاحياتها محدودة هي حتى محكمة المحاسبات محكمة المحاسبات تقدم التقرير متاحها عمل جبار تقوم به ولكن بعد ونفوها قدمة التقرير يأما تحيل القضاء أو لا تحيل القضاء وقت اللي تبدأ فما شبهات فساد مثلا ولفما أخطاء تصرف مش تتصدي لها هي ولكن المتابعة وتنفيذ الأصلاحات واستخلاص النتائج القانونية واستخلاص النتائج وشنية الإجراءات العملية مش نتلفاء هذي دور السلطة التنفيذية هذي دور الحكومة ودور الوزارات هذي دور الناس اللي عندهم صلاحية وسلطة إدارة وخصيرة تغيير الأشياء تغيير الأشياء وفما بتبيعة الحال مثلا ناخذ السلطة التشريعية مجلس النواب الشعب قاعد يستفيد معناها استفادة كبيرة من التقارير الرقابية لأنه في دوره الرقابي على الحكومة ولكن ديما احنا نأمل أن الدور هذا يكون أعمق فما اليوم يطلبوا تقارير رقابية وما تجيهمش نواب لا 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 مش نواب عادة بيانسور إذا كان اللجنة البرلمانية خطر مش كل نائب هو يطلب تقرير رقابي فما هيكل إذا كان اللجنة مثلا لجنة الأصلاح الإداري والحاكمة الرشيدة في مجلس النواب الشعب تطلب تقرير فأنه يقع حالة تقرير هذي وصارت هذي وصارت نقاشاته مع الفرق الرقابية ولكن بعد شنية الخطوة اللي بعد انتي مش تاخو أصلاحات يزمة تشريعية مش تاخو نصوص ترتيبية بش تصلح نظم المعلومات متاعك رو اليوم نعيشوا في حاجات معناتها تقول طوال اليوم السلاح بركة كنت في نظمتها محكمة المحاسبات على مسألة حوكمة التصرف العمومي مدخل التوقي من الفساد اليوم رأنا نعرفه معنات المشاكل ونعرفهم وين والتشخيص معناتها واضح المواطن الخلل واضحة ولكن للأسف الشديد على مستوى المتابعة ما فاماش متابعة ما فاماش أصلاحات في العمق ما فاماش الإجراءات معناتها اللازمة اللي تخلينا نقول وراه افكتيفمون هالتقارير هذه الرقابية معناتها ساهمت في تطوير المشهد العام تمشي للرفوف معناها تقارير نرجع لمسألة الصلاحية خاطر احنا مثلا على مستوى الهيئة العليا للرقابة الإدارية ومالية تتصور أنت كما قلت لك معنات هذه الجهاز اللي هو عنده على وعنده معناتها خبرة ورصيد كبير في التعامل مع الملفات هذه اليوم مثلا الهيئة هذه العليا ما عنداش الحق مش ترفع دعوة أمام محكمة المحاسبات بخصوص أخطاء تصرف كل إمكانية هذه مفتوحة معناتها الأطراف أخرى اللي هي ما عنداش نفس الخبرة وما عنداش نفس القيمة اليوم كيف كيف ما عنداش الحق مش تحيل هي للقضاء مباشرة للقطب القضائي مثلا الاقتصادي والمالي إذا كان فما شبهات فساد جدية فما برشة حاجات يقادلكم آجة يقادلكم التقرير يقادلكم التقرير اللي يواجه إلى رأي الأمر نحاوف هو يتقدم رئيس سيد رئيس الجمهورية نعم لو نقدموا المضمون تقرير هذي ولكن كما قلت لك الإصلاحات الحقيقية هي بيد السلطة التنفيذية الفضح يجيب وي وي أبسولي وهذاك عليش أحنا نعتبر مسألة نشر التقارير مسألة مهمة للغاية هي عندكم التقارير مديم قاعدة توصلكم علش أنتم متقوموش بالدور هذا كهيئة رقابة كهيئة رقابة إذا لي وملي كما قلت لك أبو بكر لأنه أحنا زاد صلاحياتنا واضحة بالنص وهي الفضح نحكي فضح هاني هنا اليوم بحذيك جوستما بو بارلي دوسا بو بارلي اللي نقول فما نقايص فما إخلالي ولابد أن المسؤولين يتحملوا مسؤولياتهم لابد أن الحكومة تقوم بالمعنى الإصلاحات اللي يزم اليوم مثلا جو برنا نتحثوا على الرقمنا ونتحثوا على رقمنا الخدمات الإدارية وعنا نصوص ما شاء الله وعمنا مثلا في النصف الأول من سنة 2020 خذينا عديد النصوص الثوري كما المرسوم متعلق بالإدانتيفين أونيك المرسوم 31 متعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والمعلومات كتجي تشوف اليوم على مستوى التطبيق ما تلقى شي ما تلقى شي اليوم عنا نظم معلوماتية معناتها ترجع لعشرين سنين واربعين سنين التالي اليوم جاوزها الزمن جاوزها الزمن وهم بلويس حتى النظم الموجودة ما هيش مندمجة ما بعضها ما تخليكش تتحصل على المعلومة في الوقت المناسب وتعمل اليوم مثلا كنحكيه على نقوله مثلا عنا أزمة كبيرة عمالية عمومية في الدولة عن أزمة تمويل للميزانية أهم باب تمويل هو بيانسير المداخيل الجبائية كنت تحب تحسن المداخيل الجبائية متاعك ميزم تتحسن نظم المعلومات التي عندك تحسن طرق الاستخلاص متاع الديون متاع الدولة تشوف اليوم تلقى الإدارة العامة المحاسبة العمومية تخدم وحدها إدارة العامة المراقبة الجبائية وحدها الديوانة كل واحدة تخدموا حدها ومش تعمل أنت حاجة مع مثلا بين الإدارة العامة المراقبة الجبائية والديوانة يقول لك لا يجب نعمله اتفاقية ونقول لك أنا شنو أنت النجم نعطيك وشنو عنا نص اللي معناتها كي اجزيج التبادل الآلي الآلي للمعلومات بين هيكل الدولة هذي ستنسول اليوم كما قلت لك عنها معناتها نظم معت منظومات وطنية كما تمنظومة انصاف هذي كي يجر للسلاغ متع الفنكسونير إلى غاية اليوم عندها 40 سنة إلى غاية اليوم المنظومة تقف من دي جور تقف ميصير حتى عملية عليها معناتها تشوف حاجة تقول هل أنه احنا اليوم في 2021 قبل معناتها غرقنا في مشاكل غير المشاكل الحقيقية ساميد الحزل والله ايش نقول هو عن معناتها شوانت شوانت محلولة في البلاد على مختلف المستويات سياسية اقتصادية اجتماعية الصحية بالأساس هو وفي تقدير الناسيونال هي البانديمية وكوفيد 19 هذا في الوضع الحالي إن شاء الله نقول كونه نتجاوز هالأزمات وركز على الأولويات شواني مدى التزام لبالمعايير الدولية ساميد الحزكي في علاقة بنشر التقارير أبسوليما هو نحن مسألت للموضوع الندو متعنا اللي هي تعلق بنشر التقارير أحنا كما قلت لك نشر التقارير الرقبية معناتها هي تكريس لأحكام جاد في الدستور اللي هي تتحدث على الشفافية الفصل 15 يقول كونه الهيئة العمومية تعمل تعمل وفق قواعد الشفافية والمسائلة والنزاهة والنجاعة عنا فصل 32 اللي كرس الحق في النفاذ إلى المعلومة حق دستوري عنا الفصل 117 مثلا ذا يتحدث على نشر تقارير محكمة المحاسبات عنا في قانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ المعلومة واللي أنا تعرف اللي كونه ترأست معنا الهيئة النفاذ المعلومة في مرحلتها التأسيسية وقمنا في الواقع بعمل جبار من أجل تكريس المبادئ هذية يوجب القانون هذية نشر تقارير الهيئات الرقابية تبقى للمعايير والمهنية الدولية قاعدة الهيئة الرقابية في الواقع متخوفة نوعا ما من مسألة النشر ومن مسألة سوء استغلاله ربما أو سوء فهم مخرجات التقارير الرقابية وقاعدنا ننتظر في أمر تطبيقي الأمر تطبيقي يخرج عام ناول كما البارح 29 جوان 2000 الأمر عدد 375 متعلق بنشر تنظيم عملية نشر التقارير الرقابية واللي هذا أوجب على كل هيئة الرقابة التي كنت تتحدث عليها هيئة الرقابة العامة ثلاثة وهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية هيئة الرقابة أي هو إلى غاية اليوم ما فماش نشر للتقارير التأليفية تحدث عليها عملنا الندوة هذه مش نبينوا قسمناها لتلاثة محاور أساسية مش نبينوا أولا شنية المعايير شنية المبادئ الدولية والمهنية المعمول بها شنية التجارب الناشحة في العالم ثم شنية التجربة التونسية شنية المخاوف شنية الخصوصيات بتاعنا وشنو المقتضيات والمتطلبات والضوابط التي يتعين مراعاتها في نشر عملية نشر التقارير الرقابية كما مسألة حماية المعطيات الشخصية حماية بعض المعطيات الاستراتيجية للمؤسسات ومنشارات العمومية أو معتنى مقتضيات متصلة بالأمن العام والدفاع الوطني